متى وكيف وأين سيرد حزب الله؟ أسئلة تعيشها إسرائيل وتتفاعل معها سيناريوهاتها بعد أسبوع على اغتيالها لعناصر وضباطا من حزب الله وجنرال من الحرس الثوري الإيراني إسرائيل تستغل موسكو على قطية طيبة بالعرب من أجل إيصال رسائل في القنوات الخلفية مفادها بأن إسرائيل لا تريد حربا مع حزب الله وأن عملية الاغتيال في القنيترا كانت دفاعا عن النفس وليس إشهارا للحرب على حزب الله تفهم إسرائيل جيدا أنها ضربت على الوتر الخطأ ميزان الردع الذي تغنى حزب الله طويلا بأنه أبرز إنجازته الخط الأحمر إذن تم تجاوزه حزب الله كدى به اختار الصمت على الكلام والصمت الحزب في قموس إسرائيل أبلغ من أي كلام بلغت إسرائيل في عكس حالة هلعها بلغت في تغطية الحالة إعلاميا أردت أن تقدم نفسها في صورة الخائف علها تهدي الحزب نصرا معنويا يعوض جزءا من خسارته ويخفف من قوة رده إزداد الصمت إقلاقا لم يكن بد عندها من التواصل مع موسكو سيكون هناك رد على غارة الجولان وبالطبع لا أحد يعرف كيف ومتى وإن كل رد سيأتي وسيكون أقصى مما يمكن لإسرائيل أن تستوعبه سيؤدي إلى عمل إسرائيلي قاس جدا يبدو لي أن الخط الذي ترسمه إسرائيل نفسها في هذه المرحلة هو أن المسى بالجنود ليمر مرور الكرام لكنه شيء كأنه ضمن قواعد اللعبة المشهد يزداد تعقيدا إسرائيل تحاول تجنب رد يحرجها لكنها مستعدة بطبيعة الحال لرد حزب الله أما الحزب فحتى الآن يستمتع برد نفسي طويل يستنزف عدوه اللدود ويعطيه فرصة أطولة لانتقاء طبقه البارد الحارق